معكم مشاهدينا في هذه الجولة نذهب الآن إلى محافظة الإسكندرية أحمد عبد الرازق هناك يرصد لنا أجواء الاحتفال بعيد الأطحى المبارك أهلا بك أحمد كل عام وانت بخير ويعني شايفين إسكندرية من ورائك والشواطئ وهي يعني يوجد بيها مصطفون كتر صف لنا الأجواء عندك شكرا شادي كل سنة وانت طيب وكل سنة ومشاهدين ومصريين جميعا بكل خير وسحة وسعادة وأمان محافظة إسكندرية محافظة استثنائية لأنها مصيف لملايين من المصريين درجة الحرارة النهاردة 34 في الضل ونسبة الرطوبة تصل لـ 42% يمكن درجة الحرارة مرتفعة شوية لكن وجود البحر وعدد هذا الكم من المواطنين وهذا العدد الكبير من المواطنين بيستمتع بشواطئ الإسكندرية ولكن علشان كل المواطنين دول يستمتعوا بشواطئ الإسكندرية هناك مجهود كبير تقوم به محافظة الإسكندرية من أجل توفير سياحة شاطئية آمنة لا سيما في وقت الأجازة ربما الأجازة تحديدا التي تبدأ من السبت إلى السبت التي أخرها مجلس الوزراء والتي تبدأ اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك اللواء محمد أشريت محافظة الإسكندرية خلال الأسبوع الماضية كان في اجتماعات دائمة ربما كان الاجتماع الأخير مساء أمس والذي وجه فيه كل الأجهزة التنفيذية والمدريات المعنية بالمحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات ورفع درجة الاستعداد للقصوى للاستعداد لعدد المواطنين الذين سوف يتوافدون على محافظة الإسكندرية من أجل الاستمتاع بتقصها وشواطئها وبالفعل بدورها هذه الأجهزة التنفيذية والمدريات المعنية بدأت في إجراءاتها فمدرية التموين مثلا بدأت بضخ كميات من السلع الغذائية تكفي كل فترة العيد أو كل أيام العيد كل أيام الأجازة تحديدا وأيضا يتم مراقبة هذه المجمعات أو المنافذ من أجل التأكد من توافر هذه السلع الغذائية بكميات تكفي المواطنين الذين يتضاعف أعدادهم في محافظة الإسكندرية في فترة المصيف ربما لضعفين أو ثلاثة أضعاف أيضا هناك تنويه للمواطنين الذين يتوافدون على الإسكندرية أنه يحق لهم صرف مستحقاتهم التموينية الخاصة بالخبز من أي منفذ أو مخبز في محافظة الإسكندرية أي مكان المحافظة الذين يأتون منها على صعيد آخر أيضا مدرية الصحة رفعت درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات من أجل استقبال أي حالات طوارئ على درجة استعداد تامة لاستقبال الطوارئ طوال فترة ليست فترة العيد أو الأجازة فقط ولكن طول فترة المصيف لأنه كما ذكرنا الإسكندرية هي وجهة ملايين المصريين في هذا الوقت من العام لسيامة مع انكسار هذه الموجة من كورونا أيضا الإدارة العامة للسياحة والشواطئ التي تتخذ كافة الإجراءات اللازمة ربما من بداية المصيف بمراقبة الشواطئ الشواطئ الأسكندرية التي فتح معظمها للجمهور بالمجان نعم ربما يتساءل البعض عن هذا الأمر هناك الكثير من الشواطئ يتم فتحها للجمهور بالمجان في هذه الأيام والشواطئ هي مستويات أو نوعيات هناك شواطئ بالمجان على الإطلاق وشواطئ أخرى بأجر رمزي 5 جنيه نظير دخول الفرد وهناك أيضا بعض الشواطئ التي من الحق المواطن أن يطلب فيها خدمة تسمى خدمة تحت الطلب أو خدمة مطلوبة وهي زيادة في عدد الكراسي أو الشمسيات وهذه الخدمة أيضا تكون بأجر ولكن أيضا أجر رمزي لذلك نؤكد أن الشواطئ الأسكندرية مفتوحة على مستويات مختلفة منها ما هو بالمجان ومنها ما هو بأجر رمزي ومنها ما هو مميز أيضا نظرا للأعداد الهائلة التي تفض على محافظة الإسكندرية في المواسم والأعياد لسيما في هذه الفترة تحديدا التي هي مصيف وهي عيد عيد الأضحى وهي أجازة أقرها مجلس الوزراء فعدد المواطنين في الإسكندرية بالفعل كبير لذلك تقوم الإدارة العامة بالمرور في الإسكندرية بضبط الكثفات المرورية في محاور الإسكندرية المختلفة وربما زاد من هذا الانضباط إنشاء العديد من المحاور المرورية الجديدة أو المستحدثة في محافظة الإسكندرية ربما في جنوب وغرب الإسكندرية ما أدى إلى انخفاض الكثفات المرورية في وسط وشرق الإسكندرية اسمحني شادي أن أعود مرة أخرى بالحديث عن شواطئ الإسكندرية التي نراها الآن الإدارة العامة للسياحة والشواطئ تضع كراسة شروط من أجل التعامل من إدارات الشواطئ مع هذه الكراسة ومن يحيد عن الشروط المتوافرة في هذه الكراسة من حق المواطن أن يتصل على الإدارة ربما يعني أرجو من الزملاء أن يضعوا الأرقام الخاصة بإدارة السياحة والشواطئ في الإسكندرية وهي أرقام خاصة بتلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين إذا ما حادت إحدى إدارة الشواطئ عن المواصفات الموجودة في كراسة الشروط إذن كل هذه الجهود التي تقوم بها محافظة الإسكندرية ممثلة في إدارتها ومدرياتها وأجهزتها التنفيذية المختلفة من أجل أن يستمتع المواطن المصري في الإسكندرية مواطن الإسكندري سواء أو المواطن الذي يفد إلى الإسكندرية من محافظات مصر المختلفة أن يستمتع بأجازة في هذا الموقع الساحر الإسكندرية بالفعل تتألق في هذا الوقت من العام ويعني ربما تظهر الصورة هذه الحالة من الانتعاش المتواجدة على شواطئ الإسكندرية وهذه الكثفات من المواطنين مع الحفاظ على اتباع الإجراءات الاحترازية حال دخول الشاطئ يعني بالضرورة عند دخول الشاطئ يتم قياس درجة الحرارة ويتم التنبيه على الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وما إلى ذلك من الإجراءات الاحترازية فضلا عن أن يتم التعقيم والتطهير لدورات المياه والشواطئ هذا بالإضافة إلى بعض المبادرات المجتمعية التي تتمثل في بعض السيارات التي تجوب شوارع الإسكندرية هي تدير بعض الأغاني الوطنية أيضا وتقوم بعمليات التطهير والتعقيم في الشوارع المختلفة ربما الشوارع المحيطة بالشواطئ لأنها الأكثر كثافة كما تقوم برش بعض المواد المعطرة في الجو بالفعل هذا هو المشهد أو هذه هي مفردات المشهد في محافظة الإسكندرية لذلك ندعو المصريين من يرغب في قضاء إجازة ممتعة أن يتوجه إلى مدينة الإسكندرية هناك شواطئ ممتعة وشواطئ آمنة وهناك مراقبة دائمة وعلى مدار الساعة من كافة الأجهزة التنفيذية والأجهزة المعنية وأسمح لي شادي أيضا أن نوجه الشكر للذين لا يقضون أجازة في العيد وهم العمال الذين يقومون بتنظيف الشوارع والذين يقومون أيضا بتطهير وتعقيم الشوارع والأفراد المرور المنتشرين في كل مكان مع توفير أيضا الغطصين والمنقذين والعمال في الشواطئ المختلفة كل هذه الجهود من أجل أن يستمتع المواطن المصري بقضاء أجازة طيبة في محافظة الإسكندرية هذا هو المشهد في محافظة الإسكندرية وأعود إليك مرة أخر شهادي وكل عام وأنت ونحن وكل المصريين بكل خير كل عام وأنت بخير بشكرك أحمد عبد الرازق من محافظة الإسكندرية على كل هذه التفاصيل اللي ذكرتها لنا